قصة جنس هو فات على جنس لانه غنى ساعات متواصلة انت سألت انه بيغني قدي بيغني انا حضران وانا شخصيا 12 ساعات يعني بلشت الحفلة عشرة بالليل خلصت عشرة الصبح وكانوا العالم بحلب لما يبدو يغني استاذ صباح بيعشزوا عشاء وفطور يعني بيتعشوا لانه الصبح بيعرف وبدو يفطر وفولوا مامونية وشعبيات ما بصير بلاها بس قضية فيه صديقي دكتور سامي مبيض مؤرخ ومختص بالتاريخ سوريا معاصر بيقول لك فيه كذبات تاريخية ما فينا نكذبها احداث لم تحدث ما فينا نكذبها مثل قصة فارس بيك الخوري انه قعد بمجلس الامة موقتها مكان السفير الفرنسي قال له ما قدرت تصبر للسفير الفرنسي هي مو صاهرة القصة بس ما بقى فيك تكذبها خلاص سبتت ونفس الشي ما في دليل انه صباح فخري وانا تواصلت مع جنس ما رو موجود صباح فخري في جنس فكنت انا نبه وقال له استاذ صباح انتبه اذا سألوك عن قصة جنس ننلاقيه لحل فهو كان زكي وعنده فطنة فكان يقول له انا جنس ما بهمني فيه اطول سيخ كباب واكبر صحان فتوش شو هالانجاز يعني انجاز الحقيقي انا اخر دكتورات فخرية من UCLA انا مكرمني سيد الرئيس مكرمني سلطان قابوس مكرمتني في جامعة فلانية يحكي عن انجازاته الحقيقية فهو ما رو موجود بكتاب جنس بس مغني يعني هنن اذا هنن بيقول لك عشر ساعة فيه اربطعشر ساعة هداك نهار عم بحكي مع موسيقي صدينا اسمه موفق برافي عم يعزيني قال لي الله وكيلك خلصت الحفلة ونمنع على المسرح قال لي طلعنا على غرفنا نمنع غرفنا مشرفة على محل الحفلة على المسبح اللي حوليه الحفلة قال لي فقت الساعة عشر الصبح لساته عم يغني تحت نحن طلعنا الموسيقيين نمنع اي مهي شو شكل هاي الحفلات اللي بتستمر من المساء للساعة عشر الصباح مو بس هيك شو هالجمهور اللي قاعد يحضر وما مل وما تعب وما زهر وشو هالربيرتوار منين جايب اغاني يتكفي كل الوقت اغاني يتكفي كل الوقت